تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية أقيم احتفال في المجمع العلمي البحريني بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تكريما لأوائل طلبة الثانوية العامة بعد تفوقهم على مستوى المخيم والمحافظات التفاصيل في هذا التقرير أكثر من سبع سنوات مرت على بناء هذا الصرح العلمي الرائد كأول مجمع علمي في مخيم الزعتري سنوات حققت فيها المدرسة البحرينية انتساب ونجاح آلاف الطلبة من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري الاحتفال بتخرج أوائل الطلبة من الثانوية أقيم تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تكريم لمع في عيون أصحابه مؤكدين تفوق الإرادة على الصعاب المدرسة كان لها كثير أفضل علي أنا بدرس هون من ست سنين تقريبا كثير تعلمت منها بعيدا عن العلم والدراسة يعني تعلمت منها بحياتي كنت الأولى على مخيم الزعتري والخامسة على محافظة المفرق طبعا المدرسة قدمت لي كثير أشياء لو ما كانت مدرسة موجودة فعليا ما كان لا بقدر أنجح ولا بقدر أجب المعدل ولا بقدر أطلع على أو أطلع لي منها وأطلع على جامعة برا ففضلها كبير علي ولأن التعليم هو أساس بناء المجتمعات حريصة المؤسسة الخيرية الملكية في دعم اللاجئين السوريين والنهوض بالشباب علميا وعمليا رسالة تعاقبت عليها أجيال مستمرة في دعم من وجدوا في العلم نافذة للنهوض بمستقبل يحقق أحلامهم توجيه مجالات الملك وحكمة رؤية الجميلة تمكننا من احتواء أبنائنا من الأشقاء السوريين أن يدرسون في مدارس على مستوى جدا عالي مثل ما سمعتوا نتائجهم على مستوى المملكة البحرين كانت سباقة وهذه نقطة تحسب لها أنها أنشأت هذا المجمع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين فكان منارة وصرحا علميا شامخا خرج الكثير من الخبرات والشهادات العليا وتبقى راية النجاح أساسا للمدرسة البحرينية شهادة رفعها اللاجئون بتفوقهم مؤكدين أن الحلم سيمسي واقعا تسطره الأيام على أرض اللجوء من مخيم الزعتري شمال العاصمة عمان آية السيد تلفزيون البحرين